السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درسا جديد إذا كنت أول مرة تشاهدنا القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع عليك الفيديو ليصلكم كل جديد البعض يتابع القناة لكن ينسى يشترك بالقناة قبل ما تتابع الفيديو تأكد أنك ضغط على زر اشتراك ونفعل زر الجرس ليصلك كل يوم فيديو جديد بإذن الله نتكلم في هذا الفيديو عن أحد الدروس المهمة في اللغة الإنجليزية وهي الصوتيات يعني كيف ألفظ حرف معين في اللغة الإنجليزية نتكلم في هذا الفيديو عن أحد الأصوات وهو A إذا لاحظ عندما نقول بالإنجليزية A B C إذن A ما هي الحروف التي يضعها سوية أو معا لألفظ هذا الصوت إذن كما قلنا A لدينا ثلاث حالات الحالة الأولى يكون عندنا حرف A في الكلمة والكلمة منتهي بحرف A الحالة الثانية يكون لدينا A Y في الكلمة أيضا نطقها A الحالة الثالثة بيكون عندنا A I يعني حرفين صوتيين حرف A يتبع حرف I عندنا أيضا نطقها أو ننفض هذه الحرفين سوية كحرف واحد هو A نأخذ أمثلة تابع معي نهاية الفيديو هناك الكثير من المعلومات التي تفيدنا في اللفظ والقراءة في اللغة الإنجليزية إذن لاحظ لدينا ثلاث مجموعات إذن three groups المجموعة الأولى لاحظ كلمات منتهية بA Y المجموعة الثانية يكون لدينا حرفي A I في الكلمة المجموعة الأخيرة بيكون لدينا حرف A والكلمة امتهي بحرف E جميع هذه الحالات نلفظ هذه الحروف A A A إذن نفس الصوت تماما المطلوب مني في هذا الفيديو أحفظ هذه الكلمات بكل لديها رصيد من الكلمات لاحظ two four six ست كلمات أو سبع كلمات في كل مجموعة يعني أقلها بيكون عندي 25 كلمات جديدة أو بيكون كلمات أعرفهم لكن بجدد معلوماتي عن هذه الكلمات إذن أولا للفائدة ممكن تكتب هذه الكلمات وتحفظهم اللفظ والترجمة الشيء الثاني تعرف هذه القاعدة متى ألفظها A كما قلنا ثلاث حالات A Y A I A E نبدأ بالمجموعة الأولى المجموعة الأولى بيكون عندنا A Y ألفظها كما قلنا A لاحظ D M P دائما حرف P أضغط على أشفتين لا نقول B P P لو وضعنا ورقة أمام الفم بيكون عندنا في حركة لهذه الورقة P P P C P P P P لاحظ لفظهم كما قلنا A D M P 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 كلمات ثلاثية الحروف آخر حرفين A Y الحرف الأول D أيضا عد ما أريد أن أكتبها خلاص D أعرف A في نهاية الكلمة إذن A Y مباشرة وأنا مغمض D A Y May مع تسمعت آخر الكلمة A يكون في نهاية الكلمة A Y فقط أول حرف لدينا M May إذن M بعدين A Y المجموعة الثانية بيكون عندنا A A Y أيضا ألفظها A اللاحظ Rain Rain فقط أول حرف كلمات رباعية فقط عندنا Brain خماسية إذن أول حرف وآخر حرف لكن في الوسط لدينا A Y Rain Rain Nail Nail Sail Sail Tail Tail Weight 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 Pain 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 Brain Brain لاحظ نفس كلمة Rain فقط وضعنا B أو حرف B في أول كلمة Rain مطر أو تمطر Brain دماغ Main Main إذن لاحظ كلمات رباعية أول حرف وآخر حرف مختلف لكن في الوسط لدينا حرفين هو A والI ونلفظهم A Rain Nail Sail Tail Weight Pain Brain Main Rain مطر وأيضا تمطر يعني فعل واسم Verb Add noun Nail اظفر إذن اظفر الأصبة أو القدم نسمي Nail Sail يبحر Sail Tail ذيل ذيل الحيوان سمي Tail Weight Weight بمعنى ينتظر Pain ألم Pain ألم أتعدنا Throat Pain ألم في الحنجرة Stomach Pain ألم في المعدة أو البطن Brain دماغ Main رئيسي أو رئيس The main idea يعني الفكرة الرئيسية أو الأساسية Brain Nail Sail Tail Weight Pain Brain Mean حاول تكتب هذه الكلمات كما قلنا وأيضا ترد ورايا تستفيد أكثر أيضا عد ما أريد أن نكتبها Rain خلاص سمعت صوت A بشرة R A I N Rain أيضا Tail خلاص سمعت T معت عدنا T AI نهاية الكلمة L Wait دائما عدنا حرف W نفضو و و لحظ Wait المجموعة الأخيرة لدينا حرف A في الكلمة في المنتصف ونهاية هذه الكلمة E إذن إذا شاهدنا في كلمة A حرف A ونهاية الكلمة حرف E عند إذن أيضا الفض A Date Gate Hate Hate Fate Beate Make Made Cave إذن نلاحظ جميع هذه الكلمات لفضنا حرف A A كما ننفضه بالأحرف الأبجادية الإنجليزية A B C إذن A Date Gate Hate Fate Beate Make Made Cave لاحظ Date تاريخ وضعنا S Dates تواريخ أيضا Dates تمر Dates أيضا تمور Gate بوابة نعرف Door باب Gate بوابة تكون أكبر أو بوابة لحديقة أو يكون بيت معين Hate يكره Like يحب I like you أحبك مثل I love you I hate you Fate القدر My fate قدري His fate قدراه وهكذا Bake يخبز لو وضعنا R بيكر خباز وضعنا R Y بيكري مخباز Make يصنع Made صنع Cave كهف شكلها نفس اللفظ كهف كيف لاحظ K K عندنا A LV كيف كهف date gate hate fate make make made cave كما قلنا A Y الفظها A AI أيضا A تهيب حرف E أيضا الفظها A راح أقرأ جميع الكلمات كاملة حاول تردد وراي حتى لو توقف الفيديو تنطق الكلمة كما قلنا 25 أو 27 كلمة بيكون عدي رصيد من الكلمات they may pay see way play rain nail sail tail weight pain brain mean date gate hate fate make make made cave بشكل سريع they may pay say way play rain nail sail tail weight pain brain mean date gate hate feet make make made cave leave بهذا الشكل النهي الذي درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه كيف ألفظ الصوت A باللغة الإنجليزية كما قلنا لدينا ثلاث حالات الحال الأولى بيكون عدنا AY في نهاية الكلمة يكون عدنا AI في وسط الكلمة بيكون عدنا حرف A و حرف E في نهاية الكلمة جميعهم نلفظهم بالصوت A أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم فيديو تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع ليك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة